أعتقد أن الإجراءات كلها تمت بشكل سليم يا مادام راوية أنا عاوز أسجنه المعداوي لا خالد غريب أنا كنت متخيل أن أنت مهتمة بالمعداوي أكتر من خالد كان كفاية قوي اللي حصله اتشل ما بقاش قادر يتحرق كده تمام قوي إحنا على فكرة قضية الطلاق هنكسبها هنكسبها متإليش والعضية التانية أنا ماشي في الإجراءات بتاعتها أيها بس إحنا مش لازم نتأخر لا 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 ما تلاقيش يعني إيه ما تلاقيش لأ قلق أنا بقى ولعلمك كل ما حنتأخر مش هيبقى لصالحنا مادام راوية الأوراق اللي معانا هتخلي خالد ييجي على ملا وشه يتفاول لأن الأوراق اللي معانا مش سليمة وهو مش معقول يدخل أبو جسج يا متر خالد مش حيطاتي خالد اتغير ما بقاش خالد اللي إحنا نعرفه لعلمك بقى كده أحسن يعني إيه أحسن يعني لما يكون عصبي يبقى له مش في دماغه يتصرف تصرفات غلط كل ده بقى نلمه ونثبته في المحضر وفي الملف بتاعه طب أنت عارفة أن أنا عايزك تروح البيت آه عايزه يتعدى عليك تاني ونعمله محضر بالتعدي تاني طيب هو يعني مش حيفقس الحركة دي؟ لا 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 خالص هو مش هيعرف قصة أن احنا عملنا له محضر احنا لنا طريقة كده في الخباسة أنا عايز أثبت قد إنتي متعذبة معاه في حياتك ما شاء الله يا أستاذ جلال إيه ده؟ ده أنت بتتعلم بشكل سريع جدا تلميزك يا رايس يعني أنت شايف أن أنا أرجع الفيلا؟ آه مش هيردى أقعد في دي أواحد عادي يحصل مشاكل بينك وبيني تتطول عليه يتطول عليك يمدي إيده نعمله محضر بالتعدي تاني أنت عارفة أن أنا عملت محضر باختفاء هاني؟ أنا بالنسبة لي هاني مش قضية يعني أنا بس شاكك أن خالد يكون هو اللي خطفه ولو سبتنا ده تبقى ضربة معاه أنا؟ تبيت أحبك وأنا بحبك من ساعة ما شفتك نحن هنا واخلكوا يا حبايبي خلوا المشاعر دي لبعدين هتعملي إيه؟ هنزل من هنا على الفيلا على طول يا حبيبي أنا ما عنديش وقت جوزي وحشني أزاك يا ساين؟ الحمد لله يا فاني في حد هنا من العيلة المعفنا ولا غاره في ستين دهية؟ لا موجودين يا فاني أي غوره دي اللي جابك هنا؟ جاي أخو اتحكتي عبتك؟ عبتك؟ ما تيبلكيش حاجة عندنا طلع بقره لا يا حبيبي لا يا حاجة كتير اوعى بقى هي كل مرة ولا إيه؟ هو أنت ناسي إن إحنا فيه بيننا قواضي؟ وفيه محضر بعدم التعرض رسمي؟ أنت عارف أنا لو كنت عملت فيكي اللي المفروض كنت عمله؟ كان زمانك دلوقتي مشرف في الحكس أنا بقى اللي هعمل فيكي اللي كان لازم أعمله من زمان بعد ده أنا حوديك في ستين دهية خالد اوه سيبها خالد، غلط اللي أنت بتعمله ده صدقني عادي يا حبيبي، ما هو ما بيعرفش يعمل راجل غير علي أنا بس ما تحترمي نفسك بقى ما تحترمي نفسك خالد خالد تعمل شيء يا رزيز أنا ما حد اسمه لا لا يا حبيبي يا حالد أنا أعرفك مين هو يا خالد المعداوة انت لسا مراتي يا شيخي انت تافي تافي؟ طب تعالي بقى لا يا حالد ورايا شوف يا لا يعمل فيها حاجة يوازي نفسك دهية مش عادي يا مفروض مش عايز أسمع مفروض مش عايز أسمع مفروض مش عايز أروح معاك انت مودي خالد استنى يا خالد استنى يا خالد ما معاك في حالد ما بحبك ما تشتاوت؟ لا يا خالد كفادي اوه اوه انا بقى أعرفك إذا خدت راجل ولا مش فوق اوه 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 يا شيخي انت جز جزب امعد عني امعد عني اوه صوفيا تعالي 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 اوه 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 بس با صوفيا مالك في ايه؟ ما فيش حاجة لا فيه الله يخلك يا رجأ سميني في حالي لا مش حسيب ما تخليش موقف زي اللي حصل ضايق يارلك حياتي هي جاية هنا عشان كده يعني 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 هي جاية هنا علشان حاجة من الاتنين يا اما يضربها وتجري على الاسم وتقول ان هي متعذبة معاه وتثبت الحالة دي يا اما عشان يحصل اللي حصل دلوقتي انك انت تشوفيه خالد بني قدم وحش وتقولي لا خلاص انا عايز اسيبه مش هتيقعيش معاه انا متأكدة ان هو ده اللي بيدور في دماغك دلوقتي صدقيني خالد اصلا بيكره راوية ومش عارف ازاي يزلها بتسلمش هادر اتحمل اللي بيحصل ده خلاص يبقى هي كده وصلت اللي هي عايزاه ما هو كولي بني قدم لو تعقى انت تقطق اكبر من كده بكتير صدقيني ما تخليش موقف زي دوتي يغيرلك حياتك اسمعي كلامي انا اسمعي كلام واحدة فهم الدنيا كويس يا خالد يا صوفيا يا رجاء ايه فيه ايه فيه يا عمي فيه انا عايز خالد حاضر هاتولي خالد حاضر حاضر ايه ده يا عمي ما تقلقس انا عايز خالد انا عايز خالد حاضر حاندا حالا حاضر اه ايه ده يا عمي البنت دي عايزة تودف دهيا ايوه هي جاية عشان كده هو لازم افهم ده خالد طيب خالد ملوش في شغل النسوان ده ايه ده يا عمي خالد عارف كويس قوي هو بيعمليه وبعدين راوية في الاول وفي الاخر مراته والمفروض تعيش في الحتة اللي هو عايش فيها ايه ايه ايوه يا عمي راوية المفروض ما تسيبش الفيلا تاني ابدا وحكاية الطلاق دي بلاش منها زي صدقني يا عمي دي مهما كانت بنت عمه وزا كان على اللي عملته مع هاني معلش كلنا بنغلط انت اللي بتقولي كده صدقني يا عمي هو ده اللي هي مش عامل حسابه ابدا لو عملنا رد الفعل ده هيبوز لها كل خطاتها هتتجنن صدقني انت عارف هي عايزة ايه؟ هي عايزة زي ما انت قلت عايزة خالد يروح في دهية عايزة حياته تتهد ويخش السجن ويختفي وساعتها هي تيجي وتاخد كل اللي هي عايزة وتمشي احنا بقى هنسيبها قاعدة في الفيلا والفيلا الطويلة العريضة دي هتبقى سجنها انا دلوقتي فهمت هي عايزة ايه؟ وعرفت احنا لازم نعمل ايه؟ بقولك ايه بنتي؟ انا اديت كلمة ولا يمكن هرجع فيها ابدا تمام مهمة بس ما يطلعش زي اللي قبل يعني ايه؟ لا ولا حاجة يا ماما انا معنيش مشكلة من فضلك بس بيقبلغيني بالمعد قبلها ليه يا بنتي؟ انت عايزة تعرفي حاجة؟ خالص عايزة بس هنزل اشتهي في استان شيك واروح اعمل شعري تسريحة حلوة عشان لازم ابقى جميلة اول يوم ده اصلا انا عايزة اعجبه انا خلاص يا ماما قررت اتجاوز قبل ما السنة دي تخلص على فين؟ هنام من النهاردة هنام بدري واصحة بدري واروح النادي اجري شوية وبعد كده عوم وبعد ايه هروح اعمل مساج من النهاردة لازم اهتم بجمالي عايزة حس اني مختلفة انا مش عارفة بس انا ليه كنت تعبى نفسي طول الفترة اللي فاتت وهنا كده كده هتجاوز واقعد في البيت لا 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 انا مش هقعد في البيت هو قالك ان هو هيشغلني ولا لا بصي مش مشكلة خلينا اعود معي بس الاول واعجبه وبعد كده هنتناقش في الحاجات دي ايه طبعا نفسي حب واتحب نفسي عيش قصة حب كده زي قصه ليلى رامي وجوريات وتفتكني ده هيحصل يا حيوبتي هيحصل وحياتك يا ليلى لا يحصل السنة كل يوم بحلم بده طب انتي عارفة انا مش بنامل لما بشوف الحكاية كلها قدامي كأنها فيلم سيني ما وانا بطلته كأنها الحقيقة وانا الخيال حياتك يا موميرا انا مش هتكت تعشمي في الدنيا قوي كده الدنيا هتعمل اللي انا عايزة يا ليلى مش اللي هي عايزة انا متأكدة موسيقى 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 اشتركوا في القناة